منطقة البوكنعان في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار شاهد على تردي واقع العراق الخدمي منذ عام 2003 وإلى الآن وذلك رغم ميزانية المحافظة ومقدراتها وثرواتها حيث لا يزال أهلها يعيشون في بيوت مهدمة تحيط بها الأنقاض والجثث نحن منطقة أهالي البوكنعان منطقة متضررة من جراء العمليات الأرهابية دور مهدمة يعني إنقاذ جثث موجودة تحت الأنقاض عندنا هاي الأنقاض هاي ماتل بيوت هسه قامت تطلع عندنا الحياة وعدنا سراصي تطلع عندنا الحياة هاي الجراثيم ما الجراثيم تطلع عندنا هوايا وهسه يقول لك الأنقاض ما أنقاض يقول لك نظيفة هاي فكلتها بعدها هاي بيوت كلتها وصغة بعدها كلها أنقاض كلها جثث كلها والريحة أكثر شي عندك المغربية صغير كلها ريحة جايفة بالأنقاض لك أن تتصور بقاء أنقاض بعد سنوات من انتهاء العمليات العسكرية التي أنهكت الحرث والنسل هذا فضلا عن عدم وجود أي تعويضات لمن تضررت بيوتهم السكنية نحن الجزيرة الخالدية ومنطقة البكنعان نعاني ما نعاني نعاني التعويضات ماكو التعويضات ما جاء تصنع يعني لابن بغداد متوقفة ماكو والأنبار نسبة قليلة يعني هالوجبة يا الله اسم واحد من البوبالي طلع بيها وهاي بيوت شوفت عنك خرابة يعني أكثر العالم هسه قاعد اللي قاعد بأربيل واللي قاعد بسليمانية واللي قاعد بدهوك واللي ما يقدر يجع له منطقته يعني آن من الناس آن يعاني هسه أخوتي يعاني رجائع تقول ما ترجعون أهالي منطقة البكنعان في الرمادي قالوا إن أحدا لم يزرهم منذ أربع سنوات وأكثر ليجددوا مطالبهم بحقهم وبحياة كريمة في منطقة يعاني فيها كل من يسكنها من الكبار والصغار أنواع الحشرات جاي تطلع أنواع الحياة العقارب أنواع حشرات تطلع وحاليا حتى عندنا بعض الأمراض يعني مثلا حك مثلا يعني أمراض نادرة موجودة صارت بهاي الأطفال ونطالب يعني برفع الإنقاذ وبدأ مرحلة ثانية للتعويضات وبدأ يعني مرحلة ثانية للترميم سكان منطقة البكنعان أكدوا أنهم قد ضاقوا درعا من وعود المسؤولين في المحافظة التي لا تغير من واقعهم شيئا لتبقى معاناتهم مستمرة ولها قصة وبقية